ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد خلال لقائه بالعاصمة عدن قيادة سلطة المحلية بمحافظة حضر موت الجوانب المتعلقة بواقع وسبل تطوير مؤسسات النقل والمنافذ بالمحافظة وجرى خلال اللقاء استعراض مناقشة المواضيع المتصلة بمؤسسات النقل البري والبحري والجوي في محافظة حضر موت والانتهاء من الترتيبات اللازمة لاعتماد رحلات جوية جديدة من مطار ريان الدولي إلى مطار القاهرة وتطرق اللقاء إلى جهود استئناف المتابعات للحصول على قرض من صندوق الإنماء السعودي لإنشاء ميناء بروم التجاري إلى جانب أعمال التوسع لميناء المكلة ومناقشة التصور الذي قدمه محافظ حضر موت لإنشاء دسان بحري لتصدير الخامات والمنتجات المعدنية بالمحافظة